وارجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وعندي خبر عايزة اقوله انه سقوط اخطر تشكيل عصابي للاتجار بالهروين بمحافظة الاليوبية نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي بالاليوبية بحياسته كمية كبيرة من مخدر الهروين الخام ومجبس هيدرولوكي ولا اسمه ايه يا جماعة ليش انا معرفوش المكابس دي مجبس هيدروليكي لاعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملهم ده خبر حصري احنا اول ناس نقوله طبعا يعني المخدرات عمتا انتشرت جدا في الشوارع المصرية وانتشرت جدا في الاحياء المصرية وخاصة الشباب الصغير فما تلاقي انه بيتم القبض على تشكيل عصابي خطير زي ده الواحد بيتبسط ويا ريت نكمل على الباقي لانه اولادنا بجد بيموتوا لو تشوفوا كم الامهات اللي بتبعتلي كل يوم بتستغيث ان اولادها بتموت كل يوم من القرف اللي بيتبع لنا ده يعني تقولوا انه دول حلال فيهم الموت يعني حلال فيهم الاتل يعني كل واحد فيهم يعني بص انا معايا دلوقتي مثلا اسميهم وسنهم انا متأكدا ان كل واحد فيهم عنده عيلة وعنده اولاد يعني مش خايف على عيلتك دي انت واحد بتجر في الهروين مش خايف على عيلتك فقول تاني نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي بالاليوبية بحياسته كمية كبيرة من مخدر الهروين الخام وكمان المجبس اللي بيجبسوا بيه الهروين ده عشان يطلعوه مخدراتي بيقول المعملاء بتاعهم مين بقى هم دول واحد اسمه قدري موليد 1973 صاحب شركة للاستثمار الزراعي صاحب شركة يعني وبيكسب مقيم بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر بالقاهرة وعنده قضية قتل قبل كده متهم بقضية قتل قبل كده ومطلوب ضبطه واحضاره في قضية تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية واحد اسمه احمد موليد 1989 مدير وشريك في إحدى الشركات مقيم بدائرة مركز شرطة التالي الكبير بالاسمالية واحد تاني اسمه يوسف موليد 1981 صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر بالقاهرة وعنده قبل كده قضية اتلاف واحد تاني اسمه محمد موليد 1980 شريك بشركة استثمار برضو زراعي وعايش في الإسماعيلية وعادل موليد 1992 مقيم بالاسمالية تمام؟ ومكتوب دلوقتي ان جميعهم مقيمين حاليا بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة الأليوبية تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني بعد ان رصدت الادارة العامة لمكافحة المخادرات نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة في مجال جلب شحنات كبيرة من مخادر الهروين لداخل البلاد فضلا عن اعدادهم مصنع لخلط وكبس واعادة انتاج هذا المخادر لمضاعفة كمياته تم استهدافهم بمأمورية مشتركة مع قطاع الأمن المركزي وأمن القليوبية بأماكن اقامتهم ومصرح نشاطهم الإجرامي بنطاق قسم شرطة العبور بالقليوبية ونجحت المأمورية في ضبط مكبس هيدروليكي بالمطور الخاص به ومجتملاته يستخدم في كبس وتهيئة مخادر الهروين كما تم ضبط كمية من مخادر الهروين الخام وأخرى معدل الترويج بعد عملية الكبس ومواد تستخدم في خلط الهروين الخام لإعداده للترويج وكميات من مخدري الحشيش والأفيون وأقراص مخدرة فضلا عن مبالغ مالية من عملات الجنيه والدولار وسيارتين كما نجحت المأمورية في ضبط عناصر التشكيل العصابي والذين اعترفوا بحيازاتهم المخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة بينما يستخدم المكبس والسيارتين للتصنيع والترويج وتأتي هذه الضربة الناجحة التي وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار سلسلة النجاحات التي سجلتها الإدارة في مجال إحباط محاولات جلب وترويج المخدرات بما يسهم في حماية الشباب من الوقوع في براطن الإدمان وتجفيف منابع المخدرات حيث تمثل الإدارة حائط الصد المنيع ضد محاولات الاتجار والترويج بنشكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ربنا يقويكوا يا رب تخلصونا من الأشكال دي كلها ويرب البلد تنضف وشوارعنا تنضف وشبابنا كمان ينضف من المخدرات والأسف الشديد بقت موجودة بكثرة في الفترة الأخيرة ربنا معكم وربنا يكون فعونكم طيب